السلام خياتين تمنى تكونوا بخير وعلى خير واليوم جبتلكم تحلية الليحة ليامي ويامكم يا رب عبارة عن دبس التمر او الرب كما نقولولها في الصحراء والصحراء على شساعتها الجزائرية كامل يدير الرب ومعروف جدا نديروه الوصفات علاجية ويستعملوه النساء في خلطات زيادة الوزن الفتح الشاهية الانيميا حتى للكحة سوال الاطفال او الكبار اليوم لبنات جبتلكم الخلطة ودرتها في البيت وحبيت نبارتاجيها معاكم للاستفادة فقط لا غير جبت كمية من التمور يعني اربع كيلو ما فما فوق نخسلها جيدا لبنات نحيلها هادوك العيدان ونديرها فيما نضيف حلو في قدر يكون تقيل شوية ونديرها على النار تكون قاوية لبنات في البداية حتى نتبدل كشكوشة تظهر او الزفران تعتمر نحيها بملعقة الغرف او لالوش او المرغاية ونقسي نتخلص منها يعني حتى نيولي المصافي من يبدأ معايا في مرحلة الغليال نقص عليه النار ونخليها مدة اربع ساعات باش نعرف والخاليط رهو جد معايا ونضج نجب تحب لبنات التمر والنحي العلفة ونكسرها بيدي الى تكسرت نعرف بالخاليط رهو جد معايا وكالاخوات يعني مع الوقت واختصارا للغاز وكل شي يديروها في الكوكوت مينوت ويديروه يعني بزاف لي جهزوه انا ما درتوش الحقيقة عمري ما جربت مين عرفنا جربوه في الكوكوت مينوت انا نديروه فقط في المرجن او قدر الفونت هاداك الغليط او حتى في المهم يكون القدر ثقيل باش يطيب معاك ويكون رائع جدا هنا لبنات كنت نقسي ينحي هذيك الزفرة بالبلالوش او بالمرغاية حتى تخلصت منها بطريقة نهائية نقصت للنار حتى وجد معايا يعني اربع ساعات هنا را وجد لبنات الرب بتاعي او التمر بتاعي طاب نجيب قدر نظيفة قماشة نظيفة ونربطها على فوهة القدر او على فم القدر ونبدأ نصفي لبنات الخاليط انا يعني ما كاش عندي الوقت فصفيته هو سخون الاخوات لي عند هالوقت يعني واسع تخلي الخاليط حتى يبرد وتعصره بيدها عادي في القماشة انا استعملت هنا لالوش وربطت القماشة جيدا على القدر ونبدأ نصفي فيه يعني نضغط على الخاليط حتى يستقطر جيدا وضفت تقريبا كأسين من الماء يعني عادي ككملت مع الخاليط باش نحي هذيك الحلاوة تعتمر كامل من الخاليط هذيك الخاليط لبنات تقدروا تستغنوا عليه تقدروا تديروه يعني دلك لليدين والأرجل نصيحة أخت فهو مبيض ورائع جدا للبشرة ويعطيك يعني تبييض فوري وتنعيم للبشرة أما الخاليط أو المستخلص فنعود الرجعوا لبنات على النار قاوية خاصة تكون قاوية ونكفع لي يعني هو غير يبدأ يطيب يدير هذيك الرغوة تعرفي باللي ره بدي يتقال معاك يعني البخار تخلصنا منه يعني السوائل ويبقى فقط الدبس أو العسن لتاع التمر فنراقبه جيدا وإلى ما راقبتيش لبنات غد يفيض لكم ويضيع لكمه مع القاس فنراقبه حتى يبدأ يدير لي هذيك الرغوة يعني واللي خفيف مين دخلي للوش تحسي راسك ركي تضربي في الهوى فقط أعرفي باللي الرب ره جدا معاك فنطفي عليه النار لبنات ونخليه حتى يبرد ونجيب قارورة زجاجية معاقمة ونضيفة نخوي فيها الرب نتاعي ونديرها في الثلاجة الوقت الحاجة والاستعمال هذا ما كان يا لبنات هذا هو الرب أو دبس التمر بطريقة بسيطة جدا ماء و تمر و نار فقط لا غير ما عنده حتى يعني ما هوش معقد و جميل جدا للصحة ننصحكم تخدموه في بيوتكم و رائع جدا نتمنى الخلطة اليوم عجبتكم و لبنات و مرحبا بالجميع في القناة الصغيرة المتواضعة و مازالنا في البداية و ان شاء الله تعجبكم القناة و فرحوني بلي جام لبنات و ان شاء الله يكون هذا الفيديو استفدتوا منه الى اللقاء